يعني أحب أرحب فيكم في الحلقة هاي بعد وين صارت المدينة الأحضاء هذي مزين و أرحب فيكم في المدينة الزحمة العاصمة الزحمة المفروض يسميها تبو نصد أنا ذكرت أني الحين يبالي مدرسة هني نوعا ما بس شو مشكلة المدرسة بتكون المدرسة لازم تكون بين الأهالي أساس ما أخسر عليها مواصرات وايد وأمور وايد فبحط لي مدرسة هني الثانوية ما تفرق معي بحطيها عند المينة لأن شكلها حلو بس أبا هاي الحرم الجامعي وهي السوار فخلهم رأيهم هذا مش أبا آرت ولا أبا هاي الكلهم ولا أبا هذا ولا أبا هذا أبا أحطي فوتبول ستوديوم ولا نوع من أنواع مسببات الزحمة عساس أن نقدر نستعمل مدينة أكثر المشكلة هذي يسوي ضجة خورة فيه فالحين أبا أبدأ الزحمة بس أبا أسوي حوله مشاريع على أساس أن يدخل فلوس يعني هذا بيخسرني فلوس وايد فلازم أن يسوي أفكر بطريقة يدخلي فيها فلوس طيبة وكيف يدخلي فلوس طيبة إذا سوينا فلوس طيبة عنده مشاريع تجارية إلى حد معين نوعا ما هذي كنت أبا هني بس صبر هني وكنت أبا شارع أنا هني أسوي مكان صح وعندي مشكلة في الشوارع هني لحظة كوي انتبه لها بالله شارعين لازم نكون هايد ساس ناس تروح تردع على حتى نزي صبر خلا سوي حشيش نزي نزي الثيم المدينة شوي يعني حلو نزي أبا أحط الستوديوم هني مكان أما وهني بادي بعد شارعين صراحة على هذا المكان تقريبا يكونوا مشبوكين قدر الأمكان نزي هالحي المدينة عندنا زحمة أورادي بس أنا أبا أحطي بيوت شوي أبعد وأسوي مواصلات داخلية وخارجية لكن في نفس الوقت أبا أحطي أنواع من أنواع النشاط مش بيسبول بارك ولا تراك فيل تراك فيل تراك فيل والله بعد شكل مشروع بس أبا أحطي استوديوم كرة خدم أمريكية أساس سوي شوية بطولات نوعا ما مش نوعا ما سوي بطولات يعني نزي بنحطي الشارع الأساسي هني وأقدر أحطي دوارة هني هاي في مكان حق دوار تحسون مكان شوي صغير شارع كبير بس أوكي ما عندي مشكلة ليش لأن بيفي بالغرض أنزين وبا أحطي استوديوم نفسه ولو ملعب الكرة الخدمة الأمريكية في هذا المكان في الوسط بالضبط الآن ما حول هالمكان بيكون لازم يكون حوله مجموعة خدمات أول شيء يعني الآن أبا أعرف وين أقدر أمد الشوارع أوكي هذا الشارع يمد خلا أمدها سيدا عساس نقدر أطلع من فرع أوكي دقيقة أوكي دقيقة هذا خلوني أمد بعد زيادة بقصة بس الصبر أبا أظني أحسن حل أني أشبكه مع الشارع الرئيسي بس خاطع زيادة على شارع أساسي من هايوي ما أحسن فكرة في العالم بس أظني بيكون من أفضل إذا أني شبكته دعنا نشوف هذا الاتجاه صبر لا ليس لازم أشبكة تعرفون ليش لأن أنا عندي أصلا دقيقة دعنا نكسر هذا دعنا نكسر آخر شيء ما بنشبكة آخر شيء وبنكسر آخر قبعة وبننبه لأهني بوقفة لأنه بيكون هنا في عنا مجموعة خدمات أول شيء إذا قدرت أحطي باركنات في الفراغ هذا بحبتي بس أبا أشوف أقدر أحطي باركنات أساسية أول شيء عند المدخل الرئيسي الطريقة هذي هذي لأ أحطي باركنات بطريقة بس لم أقدر الأزق أحبة تحت ما هي مشكلة ها أروم أسوي بالطريقة هاي فأسوي هذا بنفس الطريقة هني بنحط عنده عماير عماير هني وعمير وين هني هذا الحين الشارع اللي في الوسط أبغير ست شوارع لهني لست شوارع فيهم وقفة باصات شوفوا أن هذا مكان عساس المواصلات التوقف هذا شيء مهم عندي صراحة لأن خلنا شوف خلنا شوف الخطة واب حابس التطبيق الحينة يبالة تكتك يا جماعة الخير لأنه لازم أسوي زحمة أزحم عماير هني في الوسط بس في نفس الوقت أبغ الشارع اللي المكان يمشي عدل هنزين فاللي أبغ أسوي الحينة شو بسوي بسوي هني دكاكين هني لا ما بدكاكين أبو باركنات بصراحة بس باركنات طولية حتى ما يأخذ المكان اللي هن هذي المشكلة عندي الفورميشن شغلات مش صحة مية في المياه فبحطي آخر اثنين باركنات وآخر اثنين باركنات وبحطي باقي المساحة دكاكين العماير جدام والدكاكين وراه والمواصلات وين هذا مدخل فبحطي الباص الصوب الثاني خلنا نسير على الباص بنحط وقفة الباص يمين بنخلي الباص يوقف عند هذا الباص بس يأخذ له هني مفترق ثاني اللي هو هني ويوقف عند السفينة ويرجع هذا لتجاه لأن أتوفر الناس توقف عند الباب فإذا الباص يانا هني بالزحمة بدخل وأبا مترو عفكرة المترو هني بيسوي شغل وايد مكان المترو لازم تكون شوي مختلف هاي المين وين نزلوا هاي زحمة موية عايكلها موين نقع يمشون هيدا قف قف عايمشون من طول الدرب ما هنو عكلين هني عكشوف يكون مبارا يا حبيبي شكرا لولوضع بيكون وايد أحسن ما توقعت إذا السال فبطريقة هاي صبر محتاج وكفة باصات تانية مشكلة في باص يروح يرد صح خلنا نسوي ثلاثة مترو في المنطقة على أساس أني أوزع الناس توزيع طيب وين المترو مالي كل مرة ضيئة هذا هو المترو بحطي مترو هني بما بين السفينتين وبحطي مترو الضبط عن محطة تلباصات وعند بعض الخدمات بتكون موجودة بسوي المترو بالطريقة هاي يروح للمترو هني هاي مواصلات حاليا أتصور بتكون داخلية بس ممكن تكون مواصلات خارجية فيما بعد نزيل خلا نسوي لفة طيبة للمترو نزيل لأن أتوقع أن هذا المواصلات الداخلية ويت بتوفر مشاكل عندي للناس استواء عندهم مكان إذا هاي الطريقة بيستواء عندي الزحمة بحطي مطار جنب على طول لأن إذا حطيت مطار جنب على طول معناه بيكون زحمة الناس تبغي يعني والناس تبتي نشوف المحلات ما شاء الله قامت تطلع نزيل الزحمة هذا لأين واصله أبو أشوف النويس واصل لأخر الدنيا يعني أقدر أسوي بيوت البيوت هني كلهم نوعا ما مرتاحين هني مضايقين فأقدر أسوي المطار في الزاوية هاي المطار بعد مفتح وضع الناس إنه مفتح باقي لناس يسكنون نزيل هذا معناه بحطي هنا منطقة سكانية على أساس تقدر تغذي العمالة الموجودة ولا بالأحرار الناس اللي قا تشتغل هني نزيل خلنا نزل خط رئيسي نزيل ونطلع الخط الرئيسي هذا بالطريقة هاي والخط الرئيسي هذا يتحول لخطوط أصغر لأننا نحن كمدينة كثافة عالية هاتف قاطع غلطة صبر خلنا نكسر هذا ما بحطي تقاطع زيادة ونزيل وابا أحطي شارع رئيسي هني الطريقة هاي ومشكلة خلهم يزالون شوية هاي وبأحطي شوارع داخلية قدر المكان استغل المساحة الموجودة اوكي أن التقاطع اللي راح أحطي الحين بحطي التقاطع مش انه ما بحطي تقاطعنا بحطي التقاطع بس التقاطع راح يكون وين ببر قريبا طريقة هاي ستوت عندي لا هني التقاطع خائص بكم هون التقاطع هني في نصف الطريق بيكون نظني شبه ما عنا مشكلة في الموضوع نزيل المد ماي للمدينة هاي راح تبع فيها بيوت راح تسوي بنا كثافة سكانية شوي وهني راح تبدأ عندنا مرحلة العماير ومقابلها مقابلها هناك خلي خلي أماكن خدمات هلا أماكن بخلي حق خدمات حاليا نقدر نعبي المكان اللي نباها هاي المثلا حيني مثلا نقدر نعبي بيوت في كهرباء توصل في كهرباء توصل معنا مشكلة تقريبا معنا مشكلة لان انا فعليا ما حطيت كهرباء اللي حين من المدينة الثاني لهاي المدينة من زين هذا المكان احس لازم اسوي تقاطع ثاني من وراء المترو بالضبط على التقاطع هذا ومن هني اقعد امد مشاريع اللي هي تجارية خلكم من الشارع الرئيسي الحين انا بنسوي نحن تقاطع هني بدون تقاطع بنبا نسوي تقاطع بالطريقة هاي هذا التقاطع يمتد يتغلغل في الوسط بالاحرى نسوي التقاطع هني في الوسط التقاطعات شوي بعيد عن الزحمة تكون ما تكون المية في المية وسط الزحمة شوي بعيد عن الزحمة وفي نفس الوقت ما زحو ما قدر لم كان تخبار هاي والله يوصلونا ما فيهم حيلة تمام هاي اللي كافون حق الحين الحين بحطي البيوت تحت فشو ستوا بحتاج بحتاج البيوت اللي تحت شخبر حدا يقام نبا خدمات نوعا ما حديقة هني حديقة هني هذا شخبارة حديقة هني وحديقة على بعد بعد حبة هذا خلوا فاضي ما مشكلة بس انا بها الحبة حب فاضي حك شو حك ممر مشا طريقة هاي طريقة هاي ومر لحظة لحظة مرات صعب واحد حصل لآخر الموصل جيد بس خلوا عساس الشكل وان هالا للشارع متوصل وهذا للشارع متوصل وهني في نفس الوقت راح تطلع عنا لكم عمارة من ورا مش مجد دام هاي لنا عمارة اللي نحن نباهم حق المكان هذا وباركنات امحتاج منطقة باركنات هني اعتمادا ان هالا المنطقة بتكون مزحومة فبقى حطي رصة باركنات هني مجموعة باركنات اللي هو باركنين فعليا موجه للداخل اقدر احطي باركنين هني ما قدر ما بيكون فكرة وايد ممتازة اوكي على حينا سوينا نحن الخطة مثل ما تقولون جدا اساسية لان هذا هني اوكي هني ما يوصل لها بكهربا محتاجيني بكهربا انا ما سويت العوامية اللي تحت الارض انزيل على اساس اننا نحن نسوي كهربا في المكان بما اننا عندنا حدايق اقدر احصر سبب ان هذا يكون فاركن لا هذا ما ما في سبب له يكون فاركن احصر سبب ان هذين يتحولون الى فاركنات يكون فيهم خطوط المشاة شوية المدينة هاي غير عن باقي المدينة على فكرة يعني لاننا يا لسا احاول اسوي حياة في المدينة نفسها احاول اخلي المدينة نفسها نوعا ما حية بحيث ان يكون في هواي شغلات في الوسط ومش دايما في العادة ترى شو اسوي انا حسيت اني دايما احطي المدينة بعدين ابدأ احط فيها خدمات زين لو احسب حساب ما كان الخدمات نفسها من الحين بيكون وايد احد احسن زين احني بنحط لنا كم دكان لا احنا ما بنحط دكاكين خلنا بس ناخذ المربع هذا بنحط بيوت صغار ما يتعدى لازم المربعين او المربع من مشكلة لانا ساكنة عند الحديق اهائل ما عندنا مشكلة ما بيسو ما يتزحمها الكمبيت ترى انزين هذا شو اخباره هذا يقول ما عندنا غريبيار مكان مقبرة ما عندنا حق المدينة هاي فابق اسوي مكان غريب من المكان يكون مشجر نوعا ما نفس اهني بيكون حلو بس ابق اسوي فراغ في الوسط صبر سوينا فراغ اوكي بخبركم ليش الفراغ لانا اهني انا ما بقى ابني شيء شو بسوي بسوي ممر نوعا ما مشاه مش نوعا ما ممر مشاهو بس اهني يمر اهني يمر خبر مثلا ابا امر لين اهني لين نوعا ما نوعا ما نوعا ما مشكلة لفة احسا مش اوكي اوكي لو اكمل ممر لهني شو بيستوي بعدها بيطلب النقطة هاي واللي هو مش حلو ابدا لانا هني واجهت نفس المشكلة فما بغيت اعقد المواضع الصبر انا اعرف شو اسوي نوعا ما منطقي اكثر لانا بسوي بالطريقة هاي بقدر امده طريقة شوي مختلفة حتى لو مثلا احتاج اني ارفع بعدين بقدر امده هني بقدر احطي شجر يمين ويصار انزع بالنسبة لهذا نفس الشي فشو بسوي بس حب هذا خارج المنطقة الثانية وبحاول ايب هذا هني بالضبط اللي كنت ابقى سويه وبحاول ايب الشارع هذا من هني الين هني وفي نفس الوقت نقدر انمد بالطريقة هاي الشارع وسطي وبين هاذ المنطقة وهي المنطقة وهني نقدر نحطي لنا دكاكين الصغار نوع من انواع الخطط ان المكان يكون مزحوم وهني لانه مقبرة هذي بحتاج نوع من انواع الشجر ايه الصغار هاي او الحس هذا اوكي اوو لا 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 الفرشة وايد قوية هل منزل الفرشة هيا الحين اوكي او شوية عشوائي هني بيكون وايدين نايس فبيكون له منطقي اكثر ان احسنا زرع الشيارة من هاللون لان هم الجانب يسوينا اسوال فاي عادي يعني معنا مشاكل لهم يزرعون بارد يروحون زيارات وغيره و نحن بابا شكل اسمع صوت مطافي انا عن طريقه هاي مشappro سيجرعون كل شا seeking ثقام اووو اخبار مطافي ما صدقتونين. يا ربا الكبتر يا من المدينة مسكين. كفوا عليه وراء. معنا عنه تغطية ممتازة طرح هذه المطافة فكرة. عندما هلكبتر وصل. لان انا ما حطيت هلكبتر في المدينة. شوفوا سيري جيب موين. واي دوكي. الحين بما اننا عنا سمعنا مشروعات تجارية تطلع. بحطي هني هلا كلا عماير. عماير تجارية بحتة. اوكي مش تجارية بحطي عماير هني تجارية بحطي هني شوي عماير الصناعية اوكي. مشكلة لازلت اعتقد يحتاج نحتاج منطقة صناعية حتى لو نحن. بنسوي اشي احس هني لا احس هني. همسك الحدايق اللي. موجودة. محتاج حطي حديقة هني لا مش محتاج الصراحة. بس خلوا المكان ها فاضي بخلي فاطي بحطي شيء. هكرا وصل شيء هني. لان عندنا المترو مش شغاء الله شوفوا زحمة المترو. سوف النوس اللي دوشة. واصلوا ما هو هده شو خباره? هني ما في حد. اوكي هني اثنين. يو بس الزحمة كله من هاي المكانين مع بعض. ليش? لانه يجون من وين? من عن طريق الهاربر هذا. وزين ليش ما نسوي وقف التكاسي هني مرة واحدة. مزين? أبا وقف التكاسي. لحظة انا حطيت باركن احنا ما اذكر طولي هني صح? مكان اما. وين حطيته هني صح? بخلي التكاسي. يروحون شارع خاص فيهم. مزين? مكان واحد يكون تكاسي. ونحطي منبع التكاسي وين? لازعائج التكسي. بنحط التكسي مقابل ولا عند المواني. استوى عندنا مكان ترى خدمات كامل هني نوعا ما متكامل حلو. بيون التكاسي هني. وبعد بيون التكاسي يوقفون عنده منو المزعج الكبير اللي هو هذا. اوه! في مكان حق تكسي جاهز بس ممكن. نحطي مكان سيارتين تكسي رايحات ردات في المكان هذا. شوفوا. ممتاز جدا 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 وهني اكبر احطي. طلع عمارة. لا طلع عمارة. طلع شي صغير بس اوكي. على امل. ننزل. هذا معناه هني صار عندي مكان تكاسي. والناس راح تتبع تكسي توقر. هني مفروض الصراحة تشوف الناس تمشي يعني مسافات أطول من هذه. بس هذا قم قم استوى معلم يعني الصراحة هذا ما استوى شي عادي. يعني مدينة هاي استوى الزحمة يمكن من سبب هذا. فخلونا نشوف كيف نقدر. نحط منطقة صناعية. هذا المكان. ممكن اغير هذا الجسر وخلي دائري وخلي هذا المكان صناعي. خلوه وقف اللعبة. بيزعلوا مني شوي. بغير هذا الجسر كامل تركيبته. هذا الجسر أصلي على فكرة أتوقع إذا ما كنت غلطان كان جسر أصلي في اللعبة. قبل لأنا أبدأ. نزيل. خلونا نسوي بالطريقة هاي. والني بالجسور الموجودة. لازم نكسر زيادة. لأن هذا بويل بخم والمطلوب أن يكون بويل بخم. بصراحة. بالنسبة لي أنا حاليا محتاج الضخام هاي. وعنوام محتاجينها. لأن هذا راح ألغيه من هنا وسويه لشارع عام. لأنه لا أتصور أتمنى بالأحرى. نصناعي عندما تسوي الزحمة. اللي معروف أنها قد تكتسوي. نزيل. هذا لكن أربع شوارع. ثلاثة. نزيل. خلنا نوصله. هذا توصل تماتيك. خلنا نمشي اللعبة. كلهم بيرجعهم على الشارع. نزيل. الحين أنت. ولا نحن نتكلم عن هاي النقطة هاي اللي هني. فبسوي مكان هاي كله بمسوحها. بنسوي صناعية على نوعا ما أسفلت. وبنشل كل شيء من المعالم اللي موجودة هني لأن الصناعية كلا عادة تخرب كل شيء. نزيل. وبنسوي الأرض هاي السيدة على مستوى معين. أتمنى في وقت للحلقة يعني إذا كان عندنا وقت. إذا عندنا وقت. إن شاء الله يكون عندنا وقت. نزيل. لأننا ما بنلحق نسوي مطار الحين صراحة. أقول لكم يعني. بالصراحة ما بنلحق نسوي مطار. بنسوي بالطريقة هاي. بنسوي تقلم الجسر ومن تحت الجسر بعد بنمدل الشارع لين. الكورنيش. إن شاء الله يستعملون عادة لعادة. نزيل. بنسوي الشارع تقريبا مربع بالطريقة هاي. صناعية. وبنحط الصناعية تحت صبغة الأسفلت كاملة. نزيل. كاملة أسفلتية. كيف سوينا هناك المكان الأسفلت. بنعدل الشوي شوي شوي بنعدلها. بس هني أظن ما أحتاج أسرا أساسا. بنحط شوارع شوي شكله بيتغير ترى الأسفلت هذا وبرد عبي. نزيل. الحين بحطي الشارع الأساسي شارع الصناعية. الأساسي. نزيل. بالطريقة هاي. الطريقة هاي. بالطريقة هاي. بالطريقة هاي. خلنا سوي. نكسره من هذا التجاه. بنعطي شارع صناعية أصغر الحين. لا. هذا صبر. هذا لازم يكون مشارع أكبر. هذا الشارع. راح يتفرع بالطريقة هاي. الشارع الصغير بني بموين من هنا. بنسوي تقاطعات. طبعا كل خدماتهم بروحهم راح يكون صناعية. حتى مثال إذا احتجنا شيء زيادة ولا ذاك. بنسوي بروحها. مثل يعني من القمامة النفايات السوال. بكلهم خدماتهم بروحهم تماما. المدخل على طول هني. لا. اللي هو هذا. والمخرج من الصوب الثاني بسوي. لاني يعرف شوارف صناعية وزحمتها. تذكرون انت تعرفون السلسلة بعد ممكن أحسن مني. نسوي بالطريقة هاي. نايس. هذا نايس. هذا نايس. هاي مساحة. نايس. هاي مساحة بخليها فاضية. ما بحطيها لا أسفلت ولا غيرها. ما سويه بطريقة هاي. عندنا أسفل زايد خلنا نشله. عندنا أسفل زايد خلنا نشله. بنعبي بس الفرارات اللي نحتاجها اللحبة. بالضبط. هاي الصناعية. طبعا الشيار ريتموتيك الاحيان راح نشله صبر. بنحتاج صناعية للمدينة اللي نمفا. مش أميه بالميسيدة الشارع بالله بس ممتاز. وايد بيوفر علينا التعب شغلات يعني. التعب سنين بيوفر علينا. لأننا بنحتاج الصناعية من الخاطر يعني. صناعية مهمة وايد. وأنا يعيبني مبدأ الجسر اللي تحت الشارع اللي تحت الجسر يعجبني صراحة. ممكن تذكرون في أكثر من مرة خط فرصة وسويت شارع تحت جسر. شوفو. نوعا ما الشارع لها. يكون واصل في المستقبل يعني يكون موجود. وبيحتاجون ماي. ماي 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 ماي. يحتاجون مينة. وبيحتاجون مينة لازم حق الصناعة. وايد اساسي بعد وين كارغو هاربر واحتاجون واحد يكون مكان لحظة خلنا نقدم شوية للارض خلنا نقدم الارض شوي طب اطلع شارع فرعي من هنا نسوي الارض يعني مرتبة خلنا نحطي هذا الحين طريقة هاي هل اقدر احطيها سيدة الحين هذا هو السؤال ايوه منتاز وبنيه بالشارع الصناعية هني بالطريقة هاي شوفو هل اتكلم معنا بالطريقة هاي شوفو راح يكون بروح عرفة شو بس او لابعد ابو محتاج حق كالعادة لازم 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 فاركنات دقيقة فاركنات طويلة واحد اتنين ثلاثة اكثر مما يمكن يحتاج على فن نهاي الشخص لهذا الشي بنزيل وبنحطي مصنع كهرباء بترول احس بيكون بيكون مكان الوايد بيلوث المكان هاذا فلازم اهني تحت الجسر تخليم اللي يدخل يشوفه بس ما ما حس مش اوكي ان يدخلون ويشوفونا طبعا الصناعية براح تمتد يعني مستحيل الصناعية يتم بطريقة هاي فواحدة من الشغلات اللي بنحتاجها لهم وخارج انطاقهم بتكون بالاحرى لان نبرع التلوث عشان ما يموتوا الناس اكثر وتفيد غيرهم اعياده برع وابا حطي لهم مطافي اكيد مطافي عندهم هاي مجرمين حرائق هاي مش طبيعين ابدا في الحرائق بطريقة هاي ماي انت ناقص النكتة على الحياة كلها مزيد الحين بتنقصنا كهرباء لان نصنع واي تسحب كهرباء اساسا بشكل عام بس بنمد لها كهرباء لا سوري سويت كهرباء هاي كهرباء جدام يعني عشو قاعد اتكلم اوكي ممتاز الحين هذا لازم نسوي شو هني مش مشكلة يكون رمل على فكرة هني فضل يكون ان رمل بس من داخل ابا تسمنت معاتهم الصناعية كام الصناعية مفروض ما يكون فيها السور بس ابا اشل هاي السور الصغيرة اقدر سوى بعد ممكن وكام مفروضة شوي لكن مفروض انهم يمتزحون مع الجسمه اسران خلنا نشوف لحظة الشير شجار 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 شل أي شجار نقدر انشله بدلا قدلا قدر انشله راح نسوي نفسها بشكل يدوي الله غفور رحيمه خلاص بس قائمنا كثر مفروض شجر ما يطلع هني اذا طلع براية حين الصناعية بتطلع ثم شير بيموت في كل احوال فهاي منطقة صناعية الاساسية للمدينة ومعها شو ومعها من اهم الشغلات اللي هو المينة ومعها دخول مباشر على الشارع العام ولم الشارع العام موايد زح ما رح يكون ومثل ما قدنا رح يكون في شغلات ثانية هني طبعا شي جبال باختصار المهم انا ما رح اطوال عليكم زيادة هاين نهاية الحلقة لليوم شوفكم حلقة الخادمةiphاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته